أهدى رئيس البرلمان العربية عادل ابن عبد الرحمن العصومي درع البرلمان إلى وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة تقديرا لجهوده في مواجهة الفكر المتطرف جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف لرئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له حيث نقش الجانبان عدد من القضايا على رأسها مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز العمل المشترك في مجال التطقيف وبناء الوعي وخلال اللقاء طلع وزير الأوقاف رئيس البرلمان العربي على جهود الوزارة في مجال النشر وأداه نسخا من أحدث الإصدارات للوزارة في مقدمتها سلسلة رؤية للفكر المستنير